اللهم صل وسلم وبارك على سيدة محمد وعلى أهل وأصحاب وأجمعيني زيكم حبيب قلب أخبركم وعملين ايه يا ربكم لكم تكونوا بخير النهاردة بإذن الله الموضوع بتاعي النهاردة موضوع مهمي جدا 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 وهو التهاب ووش البط وكمان الانتفاخ اللي بتحصل في الوش وكمان التورم والمخاطر اللي بينزل النهاردة بإذن الله هنتكلم سواء البط سواء الرومي هنتكلم إن شاء الله النهاردة بطريقة معالجة كويسة جدا جدا وسهلة تقدر إن انت تعالجي الطيور بتاعتك إذا كان بطة إذا كان رومي بكل سهولة بدون طبعا ما تروح السيدالية البيطرية أو إن انت تشتري علاجات كتير جدا عاوزاكوا كلكو تطابعوا الفيديو من أول وآخروا لإني اتسألت كتير جدا على الموضوع دوت يارب النهاردة كون يعني كل اللي أنا هقوله يكون أفادكم فان شاء الله الفيديو مهم جدا 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 أنا عاوزة كل حبابي وكل صحابي اللي معي على القناة واللي لسه أول مرة يشوفني ياربك تنزيل تشترك في القناة وكمان تفعل الجرس وتحط لايك للفيديو وتحط لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس وكل يشوفوا ويستفيد إن شاء الله النهاردة الفيديو بتاعنا المميز جدا جدا أنا سألت كتير يا مشاهدة البط عندي منتفخ ووشه منتفخ وجواه مخاط وفيه مخاط بينزل من الألف وكمان من داخل البق بتاع البط طيب والرومي نفس الطريقة النهاردة بإذن الله طبعا اللي بيحصل للبط في الوقت دوت والالتهابات اللي بتحصل والتورمات اللي بتحصل في قلب البط هوريكو حالا دلوقت أشكال التورمات دي بتبقى عاملة إزاي وإيه السبب اللي بيخلي وشه البط يورم وكمان يعمل مخاط جامل جدا جدا وتلاقي العين بتاعة البطة أو بتاعة الرومي مقفولة وتبدأ إن هي تدمع وتقفل خالص طبعا أول حاجة عاوزين نعرف إيه السبب إن البط عينه بيورم أو الوش بتاعه عموما بتوه شايفين البطة اللي هي ناحية الخشب دي الكبيرة السودا دي لو أنتوا لاحظتوا هتلاقي العين بتاعتها الشمال كده هتلاقوا العين بتاعتها ملتهبة ومقفولة جدا علشان خاطر طبعا التورمات اللي بتحصل تبضية ناتج عن إيه أو إيه السبب طبعا ده بيبقى عبارة عن برد البط أول ما بييجي لدور برد بتلاقي البطة من دولت بدأتها شايفين طبعا هنا الشكل واضح جدا جدا ليها طبعا العين من تحت العين منتفخ طبعا لو أنت جيت تكتعلي أو أنت جيت تفضي كل ده هتلاقي الأنف بتاعت البطة بدأت إن هي تنزل لون مخاط أبيض وهتلاقي لو أنت فتحت بققها هتلاقي بققها من جوه كل مخاط تمام؟ طيب إيه السبب إيه السبب إن طبعا دواب بيكون دور برد البط واخب برد خلاص ورومي نفس الطريقة أول ما بتلاقي الرومي حصله نفس الشيء ده كده وبدأ برضو الوش بتاعه إن هو ينتفخ وبدأ إن هو يطلع مخاطه كده تعرفي إن دوت دور برد عادي جدا ما فيش في أي مشكلة طيب إيه هي الطريقة الوحيدة يعني بصوا هو في طريقتين للحل دوت وكمان إن انت تعالج بيها البط بس عاوز أقول لك إن في ناس بتبدأ إن هي تيجي من تحت العين كده بعيدة عن العين شوية تبدأ إن هي تعمل شرطة بمشرت كده أو بحاجة علشان خاطر ينزل أي مخاط أو أي حاجة موجودة داخل المنطقة ديت ويفضيها بس عاوز أقول لك حتى لو أنت شرطت بالمشرت أو أنت جبت سرينجة وبدأت إن أنت تحطي سرينجة استرني بتاعها من تحت يعني ابعيدة عن العين خالص عن مجمع العين ده خالص ابعيدة عنه علشان ما تقزاش وتبطل إن طبعا مهما كان دي فروح فتعالي كده من تحت العين بعدها بشوية وبعد كده بدأي هاتي سرينجة وحطيها كده وبدأ إن أنت تسحبي بكل سهولة طبعا المخاط هينزل في قلب سرينجة وبعد كده تتخلص منه خالص تماما أو ترمي سرينجة تماما وما تيجي تسحبي تاني تستعمل سرينجة نظيفة طب لو إحنا ما ناش عاوزين نشرط تحت العين بتاعة البط أو إن إحنا نسحب بسرينجة طبعا الناس كتيرا جدا مش هتقدر إنها تعمل الموضوع ده أنا عن نفسي ما جربتش إن أنا أعمل الموضوع ده قبل كده إن أنا أشرط تحت العين أو إن أنا آآ 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 آخد أو أسحب بسرينجة أول حاجة هنعملها إن إحنا هندي للبط بتاعنا برشامة مضاد حيوة طبعا ده يتناسب مع حجم البطة والوزن بتاعها إذا كان كبيرة والله صغيرة يعني لو كبيرة هنديها قرص لو نص قرص لو وإذو غيرها هنديها ربع قرص طب أنا عند البطة دية كسة مقفلتش ريش طب هنديها قد إيه أنا عاوز أقول لكم إن أنا هنديها ربع قرص صغيرة ربع قرص مضاد حيوي أي مضاد حيوي موجود عندك في قلب البيت يبقى أنت كده حلية المشكلة بربع قرص مضاد حيوي في بقى البطة لمدة أسبوع أو لمدة خمسة أيام لحد ما تلاقي الليل تهاب دو تقرب إن هو ينزل أو اختفى خالص من الوش بتاع البطة طيب لو في الرومي نفس الطريقة نص قرص نص قرص نص قرص في جوه الفم طبعا بعد كده بتسيبيها إن هي بتروح تشرب أو الرومي بيروح يشرب عادي ما فيش أي مشكلة طيب بعد كده نقدر نعمل إيه وزي نطلع المخاط دوت هتبدأ إن انت كل يوم مرتين ثلاثة على أقل هتبدأ إن انت تبدأ إن انت تتك على التورمات دي كده بشويش كده وتسحب بيها على منطقة الأنف طبعا كل ما انت بتسحبي وكل ما انت بتتك عليها كده بتلاقي المخطة نزل من الأنف وهتلاقي كمان لو انت فتحت بق الرومية أو فتحت بق البطة هتلاقي المخطة متركز كله نازل في قلب الفم بتاع البطة من جوه طيب هنعمل إيه هتجيبي مندل نظيف وهتبدأ إن انت تتليفي مندل على صبعك وتبدأ تمسح كل المخاط اللي داخل الفم دوت خالص هتبدأ إن انت تطلعي قدامك حاجة ملي اتنين يا إما تجيبي إزازة محلول ملح من الصيدلية البشرية العادي محلول ملح مش محلول كولوكوز محلول ملح تمام إزازة تقريبا بتاعت 15 جنيه أو 20 جنيه هتبدأ تشتري لك واحدة هتاخد منها بسترينجو هتبدأ إن انت تيجي في الأنف بتاعة البط أو في الأنف بتاعت الرومي تاخد بسترينجو والضخ عادي ما فيش أي مشكلة خالص دوت هيتطهر وهينظف ولو في أي حاجة هتنزل خالص من الملاخير بتاعة البط أو الرومي أو كمان الحلق والبق تمام؟ وهتبدأ برضو إن انت تخسل البق طيب لو ما فيش عندنا محلول ملح بيط اللي هو البشر العادي هنعمل إيه؟ كوباية ميا وهتحط عليها معلقة ملحه صغيرة وهتدوه بيها خالص وهتبدأ تاخد من المحلول ده بسترينجا كده بس طبعا هتشيلي السن بتاع السرينجا أو السن بتاع الحون هتشيلي خالص وقت تبدأ هتدخلي اللي هو البوز الروفية عدوات في قلب المناخير بتاعة البطة أو الرومي وهتبدأ تدخل كمية المحلول اللي معاك في المناخير طبعا المحلول ده هينزل في الأنف وهينزل كمان في الفم بتاع البق البطة يعني أو بق الرومية وهتلاقيها بعد كده نضفت معاك وقت تبدأ بعد كده إن انت تمسحي كل ده برضو بمنديل وتنظفي كويس أقل حاجة هتعمل الخطوة دي بمرتين تلاتة ناس كتيرة كمان بتاخد البتادين بتاعنا اللي هو البتادين بتاع الجروح العادي تاخد من قمة صمت وتبدأ إن انت تيجي في المكان اللي هو منتفق ده طبعا بعد منظفتي وبعد مشارطتي وبعد ما خلتي زي الفل والتوره منزل شوية بتبدأ إن انت تشوك البطة أو الرومية كده شقة بسيطة خالص وتديها كده حبة من البتادين ده داخل تحت الجلد كده طبعا دي برضو طريقة تانية برضو بيتهر يعني مفيش منه أي مشكلة لو دخل بين الجلد وبين اللحم عندهم مفيش أي مشكلة خالص شايفين هنا عاملة إزاي؟ عاوز أقول لكم البطري قعدت تلاتة أيام بالظبط وكانت رجعت طبعية تماما تماما مفيش فيها أي حاجة يعني هي تلاتة أيام بدأنا إن إحنا ننزل وزي ما أنتوا شايفين هنا طبعا يعني بدأت إنها تخف خالص بس لازم نص أرسل هو أو الربع أرسل مضاد الحي ولازم إن انتوا تدهولها بانتظام علشان لو في أي برد في أي حاجة عندها طبعا أو الالتهابات اللي هي محطوطة في الوجه أو التورمات دي تبدأ إن هي تختفي يوم عن يوم ده فيديو النهاردة يا ربي اشتركوا في القناة